الألزيمر داء عصبي غير قابل للعلاج ويؤدي إلى فقدان تدريجي للقدرات العقلية بسبب دمور في الدماغ ويتسبب الألزيمر بتدهور تدريجي للوظائف المعرفية ما يؤثر بدوره على السلوك والحياة اليومية تدريجيا يصبح المريض مضطرا إلى الاعتماد بشكل كامل على الآخرين ويتقلب مزاجه وشيئا فشيئا ينسى أقرباءه إلى ذلك يؤثر المرض بعد تطوره على الحالة العامة للمريض فتظهر اضطرابات غذائية ومشاكل في التذوق تؤدي إلى نقص التغذية وفقدان الوزن ينتقل مرض الألزيمر بين مناطق الدماغ من خلال اتباع الصلاة ما بين الخلايا الدماغية وليس المرض معديا بل هو نتيجة مركب بروتيني يسمى تو يؤدي تجمعه على شكل خيط بروتيني إلى خنق وتدمير الخلايا العصبية والقشرة المخية الأنفية الداخلية بشكل تدريجي وصولا إلى الحصين والقشرة المخية الحديثة وينتقل هذا المركب بين الخلايا العصبية عبر نقاط الاشتباك العصبي التي تسمح للخلايا العصبية بالتواصل ويتسم الألزيمر بأنه يترافق مع تكديس لوحات الأميلويد بيتا ما بين الخلايا العصبية فتعطل انتقال الإشارات ما بين الخلايا على مستوى نقاط الاشتباك العصبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة